مبارح الحقيقة وزارة الصحة أعلنت عن ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا من جديد خلال الأسبوع اللي فات وده بنسبة 6.9 من 10% يعني لسه في كورونا وإن كانت بمعدلات بسيطة لكنها لسه موجودة وبالتالي فاحنا نرجع تاني نتكلم عن الإجراءات الاحترازية وكمان إنه نلتزم بالحصول على اللقاحات واللي مر على يعني لقاحه 6 شهور المفروض إنه ياخد جرعة أنشطية لي خليني نتكلم بالتفصيل أكتر عن هذا الموضوع معينا الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح صباح الخير عليك يا دكتور وكل سنة وانت طيب صباح الخير على حضرتكم جميعا وكل سنة وانت طيبين صباح الخير يا دكتور صباح الخير احنا يعني معظمنا عنده إحساس بأنه كورونا خلصت تمام فاتفاجئنا كلنا كل واحد في محيطه بكم حالة كده الأسبوع اللي فات طالينا نعرف طيب فلان جالوا كورونا والرد الطبيعي إيه ده هو لسه في كورونا فاحنا حاسين إنها خلصت لكن الحقيقة مختلفة واضحة بالفعل الناس ما اعتقدوا إن كورونا سينتهي كورونا سينتهي بالفعل إن شاء الله في القريب العجل كجائحة وليس كفيروس كورونا سيظل فيروس الفكرة إنه يظل فيروس يهي البرد والإنفلونزا يهاجم مش بقوة لكن المجد دي أضعف يا دكتور لإنه اللي أصابه حدثهم هما نفسه أعراضهم مختلفة خالص عن ما كان بيحصل قبل كده بالفعل طب إيه الفضل إن بقت الأعراض بالمنظر ده إن إحنا بنتحدث عن كورونا أكل دور برد اللقاحات اللي خلانا نصل للمرحلة إن إحنا نقول فلان عنده دور برد ده تلعمل مسحدة إيجابية بس حالتك كويسة اللقاحات والناس كانت متخيلة الفوبيا والخوف اللي كان بيحصل من اللقاحات شوف إحنا بقالنا سنتين ثلاثة في منظومة اللقاحات حمد لله حتى الآن ما فيش أثار جنيبية ما فيش مضعفات فيش أي مشاكل صحية بل بالعكس اللقاحات على مستوى العالم هي اللي جعلت من فيروس كورونا بتحوراته اللي بتحصل إلى الأضعف تجعل كورونا من فيروس شديد الخطورة بمضعفاته الخطيرة اللي احنا شفناها اللي فقط مننا عزيز أو غالي في الموجات اللي أبي كده حتى الآن مع الموجات الأخيرة دي والأعداد اللي بتزيد دلوقتي لأ أغلب الأعداد بسيطة معظمها درجة بسيطة جداً معظمها تسيب الجهاز التنافس العلوي مشاكل رئوية حتى المستشفيات رئات أقل بكتير جداً جداً من التحورات السابقة يعني احنا بنتكلم على أعراض هي أعراض مشابهة حتى هذه اللحظة لآخر متحور احنا شفناه فكرة متحور الأوميكرون بالفعل طيب مين الفئات الأكثر استهداف أو الأكثر إصابة وعرضة يعني خلالي نقول بقى أنا عاوز أقول إيه الفلوانزا موسمية كورونا مش هقول بقى خلاص يعني احنا زي ما حالك ذكرت احنا قاضينا على الجائحة هنقول للسؤال سؤالين الفئات الأكثر عرضة للإصابة والفئات الأكثر العرضة لدخل المضاعفات أي شخص مش ملتزم بإجراءات احترازية هو معرض للإصابة أيا كان سواء كان واخد تطعيم أو مش واخد تطعيم الفكرة أن التطعيم هيخلي الشخص اللي عرض للإصابة إصابته أقل حدتها أقل أو ممكن تكون بدون أعراض أو أعراض بسيط الشخص الغير متلقى اللقاح أو اللي عد عليه أكتر من 6 شهر من الإصابة أو اللقاح ممكن يكون بعض المضاعفات اللي تحصل عشان كده بقول للناس تنشيطية مرة أخرى لأنه طول المدة اللقاحات ما تديش مناعة بدية طول المدة بيقلل منعتك بيقلل من فرصة حمايتك من الإصابة ومن المضاعفات الخطيرة بمناسبة المناعة دي في بعض الفكر السائد لدى الغالبية العظمى أو السعود الأعظم بيقولك إيه هو أنا لو خدت اللقاح يبقى أنا هقلل شغل المناعة فأنا أخلي المناعة تشتغل طبيعي ولولا جاءت اللقاح أبأخذه بعد كده فنرد عليهم إزاي الرد الأولاني أولا اللقاح ده هو بيحسن منعتك ضد الإصابة وبيكون أكسام مضادة لك بالعكس بيزيد منعتك ضد الإصابة لو جاء لي الكورونا هكوون أكسام مضادة طيب هكوون أكسام مضادة افرد الإصابة دي جات لشخص كبير سن شخص ضعيف مناعية مش مضمونة عواقب الإصابة بالفعل عشان كده ليه منظومة اللقاحات طب ما ممكن أرد على قوله طب خلاص ما اتطعمش ابنك شاء للأطفال ما اتطعمش أحاس بقى ويسيبوا المناعة هتشوف بقى كم من الوفيات اللي هتحصل بسبب أن احنا مش هنطعب أطفالنا لأن طفل معرض أنه ضعيف مناعية طفل معرض لصدمة كبيرة جداً لو ما خدش اللقاح وممكن تؤدي إلى وفاته فبالتالي منظومة اللقاحات هي منظومة وقائية للحماية لشخص ممكن يخش في مضاعفات مني لو جات له إصابة لأن اللقاح هو لقاح ميت لا يسبب هو ليس إصابة فعلية ولكن يهيأ لجهازنا المناعي إنها إصابة حقيقية فبالتالي يكون أكسام ضدة ضد هذا اللقاح أكيد أنه بالذب تخذ عدوى ولكنها ليست عدوى حقيقية فبالتالي يكون أنت منعتك جيدة ورد فعلها جيد جداً عند تعرضك للإصابة ودي فكرة اللقاحات إنه بعرض الجسمي للقاح ميت بحيث أن يرد فعل جهاز المناعة ضده يكون مناعة ضده وبالتالي إذا تعرضت الإصابة بلاقي مناعة بلاقي أكسام ضدة تحميني بقى من قطع الإصابة المضعبات وعايز أقول للناس حاجة مع علموها جداً الإصابة مش مجرد إصابة الإصابة بتكون لها مضعفات لا يزال ناس كتير جداً بيعاني من أثار طويلة الأمد للإصابة من تبعات ومضعفات الإصابة ومتلمسة بعد كورونا إيه أبرزها الأثار دي؟ لحد الوقت فيه ناس مش عايز أقول لك من الموجة الأولينية لا تزال فقدة حس الشام والتزوج لا يزال الناس عندهم ألام عضلية لا تزال الناس عندهم بعض التلايفات الرئوية البسيطة من أثار الإصابة عندهم صعوبة في التنفس عندهم ألام عضلية لا تزال الناس عندهم جزء نفسي وعصب شديد جداً وتوتر شديد جداً ما بعد الإصابة فيه مشاكل نفسية مشاكل عصبية مشاكل تنفسية فيه ناس تعاني من مرض الأرتكارية الحسية المفرطة أو الطفح الجلدي ما بعد الإصابة وتحول عندهم الموضوع إلى شيء مزمن ما بعد الإصابة كورونا مش مجرد إصابة كورونا الحمد لله الآن هي إصابة مش عايزينها تخش في مضاعفات لأن الناس أمكروا مع تحوراته قد تكون إصابته بسيطة جداً ولكن قد يكون ليه تبعات اللي هي متلازمة كورونا طب إيه اللي يغنينا عن هذا الفوبيا والخوف كلمة تصرف الموضوع هو اللقاح طيب يا دكتور خلينا نرجع ليه المعدلات بتاعت الزيادة نتكلم عنه الوزارة أقلت مبارح 6 و 9 من 10 إحنا في مصر الزيادة دي متوافقة مع اللي بيحصل في العالم وهل إحنا متوقعين موجة قادمة زيادة أكثر أو ارتفاع أكثر في الإصابات طيب الزيادة دي هي زيادة فعلاً وقعية ولكن بقى على نسبة المشفيات والرعيات والدخول هي الحد الأمن لم تطرع لها زيادة بمعنى أن كل الزيادات هي زيادات من الدرجة البسيطة والمتوسطة في أعرضها وده شيء حلو جداً مهم طب أنا برضو لا يزال خاف على كبار السن لا يزال خاف على أصحاب المانعات ضعيفة لا يزال جزء من المجتمع لا يزال برضو ما خذش اللقاح طيب أنا أقول له يا فندم شوف الناس اللي خذت اللقاحات الحمد لله إصابتهم كلها بسيطة اللقاحات حتى الآن هي الأمان والسبيل الآمن لحمايتك من مضاعفات الإصابات هأقول له خذ اللقاح طيب الشخص اللي خد جرعة أقول له لا أخد جرعة التانية طيب اللي خد جرعتين لا خد الجرعة تعززية لو مرة عليك ستتشرت طيب اللي خد بقى جرعة عزيزية. وعمر على 6 شهر. هو كبير سنه. أكثر من 65. وعنده أمراض مناعية. جرعة ربعة. ممكن ياخد جرعة ربعة لو عدى عليه 13 شهر. هل شايفين بعض الدول أصلا برة بدأت تفتح لمواطنية الجرعة الرابعة دلوقتي. بفعل. وعندنا موجات أخرى. عندنا كان في الصين. كان في موجات في كرة الشمالية اللي كان عامل عزل تام لبلده. هو. احنا عايزين نكلم عن الحلل الوبائية العالمية. بالفعل. احنا فين من الحلل وبإيه العالمية. هناك تحورات ولكنها الحمد لله. حتى الآن تحورات من المتحور الأصلي. اللي هو أميكرون. ولكنها تحورات ضعيفة. في نسب إصابات عالمية في إنجلترا في زيادة في الإصابات. في دول أسيا في زيادة في الإصابات. ولكنها حتى الآن الحمد لله هي إصابات نسب الوفيات. الحمد لله عالميا بتقلب كتير جدا جدا مع الموجات اللي قبل كده. وده برضو بفضل مزومة اللقاحات. الناس تقول. طبع ما أنا خدت اللقاح وقال إصابتك مختلفة. إصابتك أقل حدة. أقل خطورة. إصابتك بدون وفيات. إصابتك بدون مضاعفات. دكتور أمجد يعني هناك حديث إن التور بتاع المتحور الخاص بفيروس كورونا بيعود إلى منذ أو البداية الأولى لي. يعني فكرة إن ما بقاش فيه أعراض أكثر تطورا اللي إحنا كنا بنشوف اللي إحنا شوفنا عبل كده في الأول. يعني لما بيرجع بيرجع لدورته الأولى زي ما بيتقال. فهل الكلام ده صحيح. مش بيرجع هو. الحمد لله لنسخة أميكرون هي آخر النسخ اللي مدرور لها جديدة. الآن التحور الأضعف. معظم التحورات لا تصيب الجهاز التنفسي سوف تصيبها الجهاز التنفسي العلوي هو زي دور برد. تحورات الأضعف المتحور موجود دلوقتي. المتحور موجود دلوقتي بيصيب الجهاز التنفسي العلوي الغالب. الغالب. ممكن يصيب طبعا الرئة. ولكن الغالب تبقى أعراض تنفسي الناس متفسروا ودور برد. دور برد. عشان كده أقول للناس هنرجع المقولة الشهيرة هنعتبر أي دور برد في الوقت الحالي هو كورونا حتى يزبط العكس. ندخلنا على عيات على تجمعات على مناسبات. نرجع تاني نرتدي فكرة الكمامة زي ما أنت قلت الناس. إذا هو فيه كورونا تاني. موضوع كمامة ده ما بقاش موجود تقريبا. ما حدش نقتزل بي. عاوزين نقف عن لفكرة الكمامة دي تحديدا ما نحط تحتها ألف خط وخط. لسبب إحنا تقريبا من أسبوعين أعلن فكرة رفع الإجراءات الاحترازية في المطارات. ده زي ما حصل في كل الدول العالمية. كل الدول العالم حصل فيها كبير. المواطن فهم إن إحنا النهاردة رفعنا الإجراءات الاحترازية من المطارات. يعني نرفع الإجراءات الاحترازية من كل التعاملات. حتى في المولات. لما بندخل النهاردة المول أهو أماكن تجمع بيلاقي بس هو مجرد المسك. يعني ما باش في خوف على نفسي. لأ أنا المسك عشان عدي بس من الإكس راي أو البوابة أو الأمن اللي موجود. ومجرب ما بدخل بقل على المسك. وإحنا دخلين على صلاة عيد. هو الفكرة هو إلزامية زي الأول ولا. هي مش إلزامية لكن أنت صحتك مهمة. أنت القانون خلاص هو الدولة مش بتلزمك بيها. لكن أنا بقول لك ده إجراءة مهم. ده إجراءة مهم لك أنت لحمايتك. أنت مش من كورونا بس من أي عدوة تنفسية ممكن تجي لك. فأنت في تجمع. في مكان في تجمع. في أماكن مغلقة. مش معنى أن في فك إجراءة أنت ما تلبسهاش. هو فك إجراءات كقانون. كغرامة. كإجراء. ولكن أنت لأ. إحنا في أعداد موجودة الآن بتزيد. لأ. احمي نفسك. ابتدي أنت داخل مكان في تجمع. أماكن مش جيدة تهوية. أماكن مغلقة. لأ. هلبس الكمامة مهمة جدا جدا. مش معنى أن الفيروس بيضعف وبتقل حدته. لأ. أنت ممكن تكون ناقل عدوى لزويك. أنت. ممكن تكون إصابتك بسيطة. كبار السن بقى. ممتقل بقاقل. هتروح تنقلها. وانت لا تدري أن إنت إصابتك إيه. تنقلها الجد. لحد مسن. لحد لسه هو خايف وعازف عن اللقاح. وماخدهوش. وتكون إصابته خطيرة. مش معنى أن على العموم أن الإصابات ضعيفة. لأ. ممكن تخبط في شخص غير متلقي لقاح. شخص ضعيف مناعيا. شخص كبير سن. الحمد لله. كرفينا الوباقي جيد جدا. وده بفضل منظومة اللقاحات. طب نكمل. ولا نقول ده هو فيروس ده. لأ. نكمل للحماية المجتمعية. أنت بتحمي نفسك. وبتحمي الآخرين من خطر الإصابة. صحيح. طيب. الأعراض اللي دلوقتي. الناس يعني بتتكلم عنها في الموجة دي. وهي موجة فعلا يا دكتور. ولا إحنا لسه ما نقدرش نتكلم على أنها موجة ستة. إحنا كنا متوقعين أن إحنا لو حصل أي موجات. مش هتكون بنفس القوة. مش هتكون بنفس العنف. آه هيبقى في زيادة في الأعداد. ولكن هتكون الأعراض بسيطة. وده الحمد لله اللي احنا شفناه خلال عشرة يامل فات. معظم الحالات اللي بنشوفها أعراض بسيطة متوسطة. لا ترقنا نقول عليها موجة شديدة. ولكن لو قلنا موجة ستة هي موجة ضعيفة. مش هنعتبر كلمة موجة اللي هي الفوبيا والخوف في الأعداد. ممكن الأعداد تزيد. ولكن الحمد لله أغلب الأعراض بسيطة. وده بفضل مزومة اللقاحات. طب إحنا الموجاتنا دي مش عايزينها تبقى قوي. لا هنرجع تاني زي ما احنا قلنا. نلبس كمامتنا. نعمل إجراءاتنا الاحترازية. اللي ما خدش اللقاح ياخده. اللي ما خدش التعزية ياخدها. هتخلي الموجات اللي بعد كده أكلنا أدور برد. مش هنسمع كلمة موجة جديدة. نسمع كلمة إن احنا ده دور برد. طب وبعد كده لما تنتهي بقى الجائحة كجائحة اللي هي درجة الوبائية. الخطيرة اللي بيحصل فيها وفيها. هيتحول فيروس كورونا إلى فيروس موسيمة مثل البرد والإنفلوانز. آه هيبقى فيه لقاح. بس بدل ما باخده كل ستة شهر. هاخده كل سنة. كجرعات سنوية زي المصد الإنفلوانزة بالزبط. هيدي حماية لنا. حماية مجتمعية لأن اللقاحات الفيروسية. التنفسية لا تعطي مناعة طاولة الأمل. فبالتالي محتاج لتنشيط. محتاج لجرعات تعزيزة باستمرار. دكتور أمجد حضرتك استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح. هنا هنتكلم على اللقاح تحديدا. اللقاح يمكن بداية الاستخدام ليه كان استخدام طارق. كان مجاز من المنظمة العالمية ليه الصحة كاستخدام طارق. هل بيتم تحديث وتعديل على اللقاح؟ ولا هي هي نفس النسخة الخاصة بالاستخدام الطارق اللي تم إجازتها. بنتكلم في سنتين تقريبا. أو سنة ونص حتى هذه اللحظة؟ هي نفس النسخة بل بيقل الفئات اللي كانت محظورة أنها تاخد. بيتم عمل طبعا لأننا كانت استخدام طارق لبعض الفئات. طب الفئات التانية ابتدى خلاص تم التجارب عليها وسببت مأمونية اللي هم مين؟ يعني اللقاح فايزر تم تجربته عليها الحوامل. خلاص ما بقاش استخدام طارق. بقى زيو مأمونية. ابتدى ننزل بيه للأطفال. بره بتدوا ينزلوا بره ينزل لسن سنتين وثلاث سنين. مصر آه نزلت لاثناشر. وبالتالي كل دولة بتنزل على حسب المؤشرات العالمية دول كتير نزلت لاستخدامه للأطفال. ما بقاش استخدام طارق. يعني هنا الاستخدام الطارق مش فكرة اللي احنا بنجرب اللقاح أكتر ما فكرة اللي احنا بنتم تجاربه على أكتر فئة فئات أو أكتر من مواطن علشان نعرف او الآثار الجنبالي. احنا استخدمناها الاول استخدم طارق على الفئات الأكثر عرضة وخطورة. واستبعدنا فئات معينة اللي هي ممكن لازم نستخدم فترة كبيرة عشان يزبط هل يأثار جنبية على الحمل ولا. فاستخدم طارق في الفترة السنتين تلاتة دول. لا اكتزنا مراحل اللي احنا جربناها في فترات الحمل لأشخاص. استخدام سبات مأمونية فبالتالي خلاص تم إيجازته للحامل. وده الفتوات الطبيعية لأي لقاح. لأي لقاح. وتم تجربته على الحوامل. ابتدأ ادخاله للحوامل. ابتدأ ادخاله للأطفال. فبالتالي خلاص تم الموافقة رسميا على لقاح كورونا. لأنه تم استخدامته كطارق. وكم استخدامته كتجارب علمية على فئات اللي هي كانت ممنعة تاخده. وأثبت فعالية ومأمونية. وده اللي احنا شايفينه. وننظر حوله. كلنا أخذنا اللقاحات. لم تثبت وجود اي اثار جانبية تسكر اللقاح إلا الأثار الجانبية المعتادة. اللي هي أسخن. ممكن نص درجة. ممكن إداءة وراءة وراءة. المعتاد لأي لقاح. طيب داكتور تقول الناس اي وحي داخلين على فترة الأعياد. علشان ان شاء الله تعدي كده بسلام. في بقى عيد الأطحة ده. من دمن. الحمد لله طبعا. لابد فيه تزاور. فيه ناس بتسافر أرياف كتير. تتنقل من محافظة لمحافظة. فيه تجمعات بسافر الأرياء. وفيه صلاة العيد. وفيه ناس رايحة مصايف. هنقول لهم يا جماعة نلتزم بإجراءاتنا الاحترازية. نرجع تاني. المانع ان إجراء الاحتراز ده هو اسلوب حياتي بعد كده. ان انا بغسل ايدي باستمرار. بتجنب المصفحة. تجنب ان انا اداية المسقي وشتي وعنية. البس كمامتي لو فيه مكان رايحه في تجمع. اي المانع ان يكون ده اسلوب حياتي مش مرتبط بكورونا. كماما دي على فكرة يا جماعة. بتحمي من اي فيروس تنفسي. بتحمي حتى من الجديري. القرود اللي منتشر العالمية. والحمد الله ما فيش ولا حالة منه في مصر. المانع ان انا احمي من اي عدوة تنفسية ممكن تجيلي. المانع غسيل ايدي ده باستمرار نضافة لها لأي فيروسات معاوية ممكن تجيلي. ارجع تاني اعمل اجراءات الاحترازية. ارجع اكون متابعة في اماكن اللي فيها ممكن يكون ازدحان. مروحش اماكن مغلقة لما يكون لابس كمامتي لو مضطر ان اروح. غير كده اجراءات الاحترازية مهمة جدا 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 الفترة الجاية. وخصوصا فترة الاعياد. وكذلك اللقاحات مهمة جدا جدا. وامنة جدا جدا. وفعالة جدا جدا. هنقول رسالة اخيرة. كورونا موجودة. مفيش فكرة ان كورونا انتهت من العالم او من مصر الحديد. لا. كورونا مازالت موجودة. انت بقى سيد قرارك. عاوز تعد العيد بامان وسلام. يبقى نرجع لي الاجراءات الاحترازية. دكتور امجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بالمصر واللقاح. بنشكر حياة كلمة على الهدفة. شكرا ليكو كل سنة وطيبين. وحضرتك بخير دكتور شكرا جزيلا.